آه جریده جريده والإسماعيل جريده والإسماعيل واه... إذا فعللاً إسماعيل توصل مع جريده و الجريده موافق إلي ي Blind Госп و ينزل من الارجرو يمو أكثر من كده موافق إلي و ييج فكرة أنه كان فيه شروط في العقد مع بين النادي و جريده فقط شرط إلي لو خسر ثلاثة مبارايات يتم فسخة العقدات القائلة تانية الحاجةinent بجرد أ 거처 1996 فالراجل لحد دلوقتي رافض. بس في نفس الوقت الاعضاء في مجلس الاسماعيلي بيأكدوا ان هو الاقرب يكون مدير فني. بس في حاجة اسماعي كده يا حمد. بالضبط هو الاسماعي كده يا جماعة. يعني انت. القطف عد واحد تقول له خسرت مباراة تمشي. وانت انت اعلنت على المدير الفني بعد ساعة مشيته. يعني هو لو راح يعني مع كامل الاحترام يعني مع كامل الاحترام الاسماعيلي اسم كبير وتاريخي. بس ما فيش مدرب راح ريال مدريد اللي مفوض يكسب على طول. الزبط. ويتقال له لو خسرت مباراة هتمشي. فالراجل. وزروفه يعني لسه بيتحسن يعني. بالزبط فالراجل بالنسبة له الموضوع بقى بيد. اه. لحد دلوقتي. هل بقى هيتم التواصل يبقى يقربه وجهات النظر الله اعلم. هي المشكلة بس النادي اسماعيلي الفاتحة فاتحة كريم ان انت بضاير مدربين كتير. صحيح. والاجانب كتير جدا. فاعتقد الجريد ولو جاه هتبقى مخاطرة بالنسبة له كبيرة جدا وانت راجل كنقلك اسمك في الدور المصري. فصعب جدا ان انت موتك وافق. بصراحة كنت شايف حمزة الجمل هو اللي يكمل. بصراحة يعني. بصراحة يعني. حمزة الجمل مش ديه. مفيش. فيتا دخولات من المجلس. لا اوما كان اطلبين اللي هو اللعب الناشئين ومش عارف ايه. وامور فنية فالرجل زعل فمش دي الاسباب. ولكن مش عارف انا يعني النادي اسماعيل يعني حتى وكان اعوز يمشي قبلها. ورجل حقق النتاج وكان النادي اسماعيل بيعاني منه. ده وانقذ الاسماعيل. اه وحزب حمزة الجمل حرفيا انقذ الاسماعيل. اه وانقذ الاسماعيل كان هاب. ده المقود يعني كان سروى يعني حتى لو فيك خلافات. ولكن كل يوم بتغيير ومعنات كبيرة زي النادي اسماعيل. والرجل مشيت وبعد كده رجعته تاني وبرضه كم مع الفرقة ما فيش. اه ولكم فون جميل اسماعيل في كل حالة.